انضم وزير الدفاع الأمريكي جيمس معتس إلى قافلة المغادرين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة استقالته التي وجهها إلى ترامب كتب معتس من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك ولذلك أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إلي أن أتنحى عن منصبي ردود الفعل على استقالة ماتس المفاجئة جاءت غاضبة من أعضاء في الكونغرس ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء زعيمة ديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت إنه ستكون للاستقالة تبعات خطيرة فجأت وحزنت لاستقالة الجنرال ماتس لما تعنيه للبلاد ولما تمثلهم رسالة لجنودنا جنودنا كانوا ينظرون إليه كقائد والآن سيتركهم السناتور الجمهوري ماركو روبيو علق على استقالة ماتس بالقول إنه من الواضح تماما أننا نتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الجسيمة التي ستعرض أمتنا للخطر وتدمر تحالفاتنا وتقوي أعداءنا استقالة ماتس تصدرت عنوين الصحف الأمريكية The Washington Post تساءلت إلى أين سيأخذ ترامب الأمريكيين بعد تفرده بقيادة السياسة الخارجية ورجحت الصحيفة أن يتقسم المحافظون على نحو متزايد بين الولاء لترامب ودعمهم للإجماع بين الحزبين على السياسة الخارجية أما صحيفة The New York Times فاعتبرت أنه برحيل ماتس أصبح الرئيس الأمريكي غير مقيد مشيرة إلى أن وزير الدفاع لم يترك في رسالته مجالا للشك بأنه ينظر إلى ترامب كتهديد للنظام العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه ترجمة نانسي قنقر